مش هتكليلك لقمة يا خلتي حرم عليكي نفسك كده ومن له نفسي ياكل يا فاتي وابني الواحد معرفش عنه حاجة والكل بيعب فيه في التلفزيون ده غلبان ومنكسل والله ده حلتي في الدنيا أستاذ أحمد الحمد لله على السلام يا حبيبي يا غالي يا حبيبي يا ابني من قلبي كان حيتفتر عليك اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب كده برضو يا حمد كده ما اتطمن شمك عليك وبعدين ايه الكلام الخيب في الفتشهات اللي انت قلته ده يا ابني انت اتدخل كده نفسك في متاهات يا حبيبي خلاص بقى يا خلتي الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة انا كنت عارفة اللوم هيسبوك عشان انت ملكش يد في حاجة ملك يا حمد ساكت لما تتكل اوعي يكون لك يد في حاجة ومخبع لما انت هتخبع لماك يا حمد باتي فاني بوقعكم اه ايه خلاص 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 اسكتوا اسكتوا بصوا انا مش عايز اتكلم دلوقتي خلاص انا انا حر اغني وقت محب واسكت وقت محب نجومياتكو دي ما تلزمنيش اصلا انا بش عامل حفلات تانية وبعدين الجمهور اللي برس ده سكتوا سكتوا او مشو مشو خلاص مفيش حفلات قلوهم خلاص الكن اش هامل حفلات تانية انا عايز عايز ازاي بقية الناس اعيش حياتي طبيعية ايه تفعه مين؟ افعه انا لازم ارجع عسوان اسوان؟ ايو ايوة لازم ارجع عسوان عشان اود ارجع عسوان هناك احبقعد براختي حبيبي يابو